السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي مراكم تشوفوا خبز خفيف جدا يعني اللي ما عندهاش طابونه ما عندهاش طاجين ما تقولش ما نديرش الخبز ما نديرش الكسرة جبتلكم اليوم خبز كوشا احنا نقولولو هنا في العاصمة خبز ماما ما نعرف كيف انتم ما تسموه المهم هذا الخبز بسيط سهل جدا ومميز بطريقة العجن ننتاعو بطريقة التياب التاعو الهنا عندي كيلة سميدر طب بزوش كيلة فارينا انا قيست بهذا طبسي هذا يعني كيلة سميدر طب بزوش كيلة فارينا مغرف بتاع ماكلة سكر مغرف تاع ماكلة خميرة الخبز والملح لحسب القوت تعكم اللي يحب مالح ولا نقص ملح مالسوس يعني الملح اختياري خلطوا هاد المكونات الجافة في بعضها مليح كما راكم تشوفو هالي هنا نجيب مغرف هاكم تشوفو هون درت الملح هنا غير شوية برك نجيب مغرف تاع ماكلة ندير مغرف تاع زيت ومغرف تاع خل انا اللي هنا زيت درت زيت زيتون انتو ما ديروا زيت مائدة يعني زيت طبيعي يعني كل واحدة زيت اللي تحب تديروا تديروا مغرف فقط يعني في هاد الكيلة اللي درت هانايان ديروا مغرف تاع زيت ومغرف تاع خل ونجمعو هاد الخالد بماء دافئ فقط هذه هي طريقة سهلة بسيطة انا اللي هنا الميزة في هادا هاد الخبز هادا انو ما نعجنوش بزاف خلاص تشوفو راني نخدم بيد واحدة فقط ولميتو يحب يكون شوية جاري يعني شوية يلسق في اليد يعني ما نخلي وشي ما نديروا يابس بزاف ما نديروا جاري بزاف يعني نتمنى بركة تكونوا فهمتوني هانايا هادا يعني قد هولي تاع الشرح اللي قلته لكو انتع الخبز يعني نديروا له طمع بالماء دافئ ولكن ما نخلي وشي يابس وما نخلي وشي يجي كالبغرق يعني يجي شوية يلسق في اليد باش نبعد نستعملو الماء والسميت في الخبز نتاعو يعني اللي يتبه معايا الفيديو اللي الاخر ان شاء الله ترقى يفهم وش راني نقول هان المهم نجمعو هادا العجينة نتاعنا كي ما راكم تشوفو يعني ولا هنا نحب نقول لكل الاخت اللي نضمت الينا في هاد اليامات مرحبا بيك والداري داركم والبيتر وبيت كل الاخوات احنا اللي هنا رانا باش نتعلمو معا بعضانا ونعلموا بعضانا ونستفادوا من بعضانا يعني وحنا ما زاد متعلم ولا معلم رانا كامل في هاد الحياة نتعلمو كل نهار المحاجة جديدة فيما يخص الطبخ انا دائما وابدا ونقولها ونعودها اللي كومنتر اللي يحطوا اللي يقولوا اللي يديرين الحويج يعني لا اوت كلاس كي ما رام يقولوهما اللي الحويج فاخرة تقولهم انا يا نحب المطبخ البسيط المطبخ المتواضع اللي كل ربك اسره تقدر طيب منه وتقدر تدير الاكولة تنتاعه ويصلحولها ويزدقولها ويأكلهم ولادها ويعجبوهم هذا هو المغزن تعينا من هذه القناة اني نوصل فكرتي في انه لازم الام تدير اكولات بسيطة مثل اللي البرة اللي تشهوها ولادها ولكن ديرهم بطريقتها هي الخاصة مكوينتها هي الخاصة وهي اللي تعرف بلي هذوك المكوينة ترى منظف وتعرف البلاسة اللي يتخدم فيها والحويج اللي يتخدم بهم خصوصا المقليات يعني نعرف المقليات البرة لزيد كفاهم دائرة ولكن في دارك تعرفي وشاركي تمتي لولادك هذا يعني في مجمل الكلام اللي نوجهه للاخوات اللي يحبوا يكون عندي طريقة اخرى في التقديم نقولهم يمكن ان شاء الله نقدر ندلكم خطر اخرى الطريقة اللي تحبوها انتوما ولا نخصلكم فيديوهات ليكم انتوما وفيديوهات للفئة الكبيرة اللي راه يكي معايا كمانا كمانا كم تشوفو في العجين انتاعي راه هو كي جا شو يام دردر كما نقولو يعني يلسق في اليد انا نحيته من القصعة وحطته في هذا الاناء هذا ونغطيه ونخليه يخمر يعني نعرفو احنا العجين كيكون فيه سميد يشرب السميد انتاعي ويشرب مش كيما العجين كي تكون فيه الفارينة لهنا يعني نغطيه بالغيطة انتاعه بعد ونخليه يرتاح مده نصف ساعة على الاقل يعني في الجود الوقاء اللي رانا فيه ها كم تشوفو بعد نسب ساعة كفا طلت عليك كفاه ال 1960 من هardi اللي هنا عندي جاهنا فيه الماء ويناء فيه سميد 늘رطب وش ها راح ندير الناية ها راح نagtه يدي في القناء ونرفد منا هذا كم تشوفو في نكسر Growth كيفية قصر долларов الخمار ونرفد منا نديرين نبول ونرفدها ونحطها في السميد ونبعد نحطها كيما راكم تشوفوا بلاتون تاعين تاع الفور حطيت عليه ورقة طهي واللي ما عندهاش ورقة طهي هتحط شوية تاع سميد ولا فارينا فقط يعني في هذا البلاتون ولا سينية كل واحدة كيفية تحبت وش تحبت تحط فيه تحط انا اللعنة باليد ايه برد باش ما تلصق ليش العجينة وباش ما ترفض ليش بزاف تاع السميد هكذا ونحط اللعنة في هذا السميد هذا حتى نشوفها رفضة مليح السميد ونقرب هذا البلاتون ونعود نخبزها فيه هاد الاثناء كيما نخبز ونكمل نغطي عليها نحطها يد خمال ونروح نشعل الفور التاعي شوفوا نحطت اللعنة هذا الطابيه باش ما نديرش هادك السميد واللي ما عندهاش طابيه نعود نقول تحط سميد يعني المهم تدير يماكنه لولادك كل واحده والمجهود ولا الحواج اللي عندها نرققوها وحتى اللعنة الكسره نتاعنا والخبز نتاعنا الصمك نتاعه كل واحده وكيف تحب كان اللي يحبوا الصمك رقي كان اللي يحبوا البابه يعني يحبوا الصمك يكون شوية طاله شوية انا اللعنة نرققها نغطيها ونحطها هاد الكميه هاد نحطي التاع العجين تاعي دارت ليانا ثلاث خبزات يعني لبأس بهم ها وبعد ما خمر والفور من التاعي روش شعل على اعلى درجه يعني وشبك التاعي روكي جاف في وسط الفور نطيبو من التحت مليح ونشعلو من الفوق مليح هاكم تشوفو فيه كيف هجاني العجين تاعي الكسرة التاعي ها هي كي قدمتها لكم ان شاء الله تجربوها وتصلح لكم وما تنساوش جام 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 ولا لايك ولا ديز لايك كي ما تحبوه المهم هذاك هو عباره على التفاعل مع الفيديو ونشكركم ونخليكم مع هاد الصور انتهد الكسرة ونقولكم بالصحة ولهنا وكل واحده حابه حاجه اخرى تحطلي في كومنتر ونشاء الله طلباتكم اوامر هاي كي كيف قصيتها لكم وكيف شفتوها انتمنى تجربوها ان شاء الله وتردولي والسلام وخيتام دائما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة